مراد الزغيدي عادل التيفي بش نتسألوا معاه على علاقتنا عادل التيفي مؤرخ وفاعل سياسي بش نتسألوا معاه على علاقتنا بالتاريخ منذ 14 جنوبي بش نتسألوا معاه هل أنه عنا أفاق لبناء ديمقراطية جديدة هل أنه الناس فدت من الممارسة ديمقراطية وعليش هل أنه بلادنا بلاد متع قطيعها ولا بلاد متع إصلاح شنية نظرتنا للعالم اليوم في أي خانة سياسية ممكن نحطه رئيس قيس سعيد شنوها اللي يستنى تونس في هالمعركة ما بين نظافة اليد وتزاهد ضد الفاسدين وشنو الأفاق التاريخية متاعنا هذا الكل بش نحكيه وعليه البرنامج اليوم في الحصة في الساعة اللولانية بش يكون مخصص الموضوع اللي حاسب رأيي بش يكون موضوع الفين وثين وعشرين وهو التلوث البيئي وأزمة القمامة أزمة الزبلة سميوها كيف ما تحبوا وبش نخصولها ساعة كاملة لأنه يستحق هالموضوع وأنه نعطيه وكارو خارج اللي عشنيها مع سفيقس ومش نكون مع ناس اللي تعرف الميدان مليح تون قدمهم بعد شوية نشطة من المجتمع المدني كما حسيم حمدي ناس خدمة في الدولة كما ولي بمرديسي وحيد الجنحاني بش يكون معانا مباشرة من قليبي ولي عرف مليح منطقة الوطن القبلي وحافظ الهنتاتي بش يحكي لنا على وضعية سفيقس نحنش كان هايك اللي حاضروا للي بش نقولو ونذكرو نهار خمستاش جانفي حاضرين ولا مش حاضرين خمستاش جانفي الفين وحدش جست للتذكير حدش نسنين التالي كي كنا نحلو الأخبار نهار خمستاش جانفي أوش نسمو عزيزي مشاهدين مرحبا بكم عملا بأحكام الفصل 57 من الدستور وتبعا للبيانة الذي أصدره المجلس الدستورية اليوم والمتعلق بالإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية وبأن شروط الدستورية توفرت لتولي رئيس مجلس النواب فورا مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة تولى السيد فؤاد المبزع اليوم مهام رئيس الدولة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 60 يوما يتم خلاله انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات ووفق الفصل المذكوري أعلاه لا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية وقد أدى سيد فؤاد المبزع القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مكتبي مجلس النواب ومجلس المستشارين المرتائمين مع ظهر اليوم بقصر برد عندنا أجنداء للتذكير فقط هذيش كنا نسمعو حداش نسأل تالي سامي ممكن نسيناها تنسيت توا ولكن توا نرجع ونحكيوا عليها بعد شوية في الساعة الثانية نذكركم مع ظلتيفي فقط للتذكير البارح صارت برشة حاجات في شارع بورقيبة يبدو أن الصورة اللي خرجت البارح هي صورة متاع من هرب تعليل أمور نوعا ما هاوا قاعدين نشوفوا تقريبا الأرقام تختلف ما بين 1500 و3000 متظاهر هابطوا البارح ضربوهم بالماء ضربوهم بالغاز الكريموجين تمنعوا تمنعوا إذن الكلهم تقريبا مواطنون ضد الانقلاب حركة النهضة اللي خرجت البارح التيار ديمقراطي عدة شخصيات حاولوا يهبطوا البارح لشارع بورقيبة لتعبيرهم أولا على رفضهم للمسار 25 جولي وثانيا لذكرى 14 جانفيلي كما تعرفوا رئيس الجمهورية قرر وأنه معادش تكون معادش يكون عيد وطني وصار العيد الوطني لثورة نهار 17 ديسمبر هاكا قرر رئيس بكما يقولوا بجارة قلم ولو كنا نتمنعوا أنه جارة قلم تمشي في أمور حيوية وأهم بالنسبة لتونس الأخبار الأخر هو الاعتداء اللي تم على مراسل جريدة في فرنس من أهم الجرائد الفرنسوية الخبار هذه قاعد يدور حاليا في فرنسا ويبدو أنه نقابة صحابين في فرنسا مستئة جدا اللي صار يبدو كذلك وأنه حاليا سياسيا نتونا نحكي عليه في فرصة أخرى أنه القرارات اللي تاخذت البارح بمنع التظاهر في الشارع لحبيب بورقيبة صار فيها اختلاف وأنه حتى الأوساط القريبة لرئيس الجمهورية البعض منها غير متفق على الاختيارات متاع وزير داخلية الحالي يبدو أنه المعركة السياسية الداخلية في قصر كرتاج ما زال بش تتواصل في الأيام كالمقبلة حبينا فقط نذكروكم ولو ما نجموشي منعونا هو أنه نتذكروا 14 جانفي و 15 جانفي أقعدوا معنا حتى الماضي الساعتين بش نبدأوا نحكيه بعد بضعة ثواني على البيئة أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، توانسل كل العاشو على الكارثة البيئية وانتشار الزبلة في كامل أحياء مدينة سفيقس جانفي بش تكون أزمة الزبلة في مدينة جربة وصور جينا تقريبا من كل شطوط وبحار الجمهورية بوضعية كارثية بيئية كارثية حان الأوين وأنه مسألة البيئة تدخل معترك سياسة هنا سعيد اليوم باستقبال حسيم الحامدي الناشط البيئي والممثل على جمعيات عديدة في الواقعة تونيزية روسيكلاج كليناب تونس هذه اللي تشاهدت لكثر سولي جرين شبك تونس الخضرة هو عظم مؤسس فيها وعنده مشروع خرق العادة حسيم ويستحق كل التشجيع وانتي حسيم من الناس اللي تنور تونس واللي تخلينا نتفائلوا التونس مرحبا بيك حسيم الحامدي مرحبا بيك ومرحبا بسدر المستنعين للي ما عرفوكش انتي عمرك 39 سنة انتي انجينيورة فورباتيك أنا نتبع فيك على الباج متاعك في فيسبوك ومن المصادر الجدية لشكاليات البيئة في تونس قاعد تحضر في مشروع مهم دوكومنتير شريط وثائقي اسمه 1300 ما معناها 1300 اذا اذكروا تونس في المخيلة الشعبية متاعنا ل1300 بتقول السواحة التونسية هي طولها 1300 كم لانتي كانت بيش نحاول من اقصى نقطة في الجنوب التونسي لاخر نقطة في الشمال التونسي وبيش تكون معاينة معناها للوضع البيئي في تونس وانها وضع البلاد في تونس بطبيعة ذا بعيون الناس اللي قابلتم وانا الشي اللي قابلتم كان مهم برشة اللي نحاولو نعطيه بسطة جدية وواقعية على قاعدين نعيشو فيه هو حقيقة ان تونسي موش 1300 كم اكثر شوية لكن حبيتها 1300 كم ممكن خاطر قريبة لمخيلة متاع الناس لذا اذك جاءت لدينا معناها بش نخل العنوان الوثائقون 1300 كم انا متأكد حسيم وانو الدوكومنتر هذي اشتريت الوثائق هذي وقتلي يخرج قتلي انتي اواخر 2022 ممكن اقباله شوية دونك سا ديبان من الافانسمن بتاع البوست برودكشون انا متأكد انه يكون قنبلة وبش يوجع برسات وان شاء الله وهذا الاهم واذا عليش انتي موجود اليوم انه يأثر على صانعي القرار وعلى المواطنيين زادة بش يكون واضحية بالضبط هو ممكن الحاجة اللي بش يخرج على غير المألوف معناه في الاشترا الوثائقية التونسية تخدمت قبل اللي تتناول الموضوع البيئة هو ليس بالوثائقي النخبوي معناه هو وثائقي من صميم الوقع التونسي من الناس بوسطة يقاوموا في مشاكل يومية اللي هي سبتها معناها مشكلة توث وبش يعطي فكرة للتونسية على مدى معناها بضيعة بسطة على الواقع ممكن باسيس امل في العبادة ذوما اللي يقاوموا ممكن زادة باسيس امل في بعض المنطقة الحلوة اللي هي الاسف مهددة زادة بش تنجرف معناها في المشكل البيئي كذلك ومهوش يعطي حلول ما بش يعطي بسطة بش يخلي المشاهد ان شاء الله بش يخمم اكثر بش يلقى الحلول ان شاء الله معناها يخمم في الحلول اكثر شنو المشكل بكاد نعفل المشكل حقيقة شنو هو نجم ونلقاوا حلول بعض هنا قاعد نشوفوا بعض الصور اللي تفرجوا فينا على اليوتيوب اللي تفرجوا فينا على الفيسبوك على EFM TV هذي الصور متاعك أنت حسيم تقريبا الجمهورية الكل انت ركزت برشا وهذي كان يجلب انتباهنا الحق على الصور مفزعة اللي سير في غيب ستونا نحكيو بعد شوية على غيب سما اليومش نكونوا حاضرين في جنوب البلاد وفي شرقها ونبدأ نحي موجود معنا من قليبيا وحيد الجنحاني مرحبا بيك يا وحيد حاضر وحيد إذا كان نجمو ناخذ وحيد الجنحاني رئيس رئيس جمعية البيئة بقليبيا به وحيد مزيل موش حاضر من قليبيا بتوانا مشيوا السفاقس مالا مشيوا الحافظ لانتاتي مرحبا بيك يا حافظ أهلا وسهلا مراد تحياتي وات تحية إلى ضكرة الكريم نتمنى لك والحاجة عام سعيد احنا كنا قبلناك وحكينا معاك في 2021 قلت حافظوا أنه التوانسة اهتموا بالبيئة بصفة أكثر خلي نقول بعد هكالثمانين أو أكثر يوم اللي سفيقس الكل وهي القلب النابض للاقتصاد تونسي غرقت في مسألة الزبلة خلي نعملوا تحيين ساعة شنية الوضعية اليوم في مسألة الزبلة في سفيقس لا جديدة في الموضوع باعتبار أن الحلول لبعث منطقة لتجميع الفضلات لم تتقدم باعتبار مزال الرفض الاجتماعي هناك محاولات لإقناع المواطنين في لماية بالقبول بهذا المشروع وأعتقد أن الأزمة متواصلة باعتبار أنه هي المشكلة تولت لها مراد أن الحوار الحالي يعتبر أنها الأزمة هي أزمة عظرفية أروا كي هي أزمة هيكلية وأزمة أساسية ظهرت أن منظومة التصرف في البيئة ومنظومة التصرف في النفايات هي مما وصلت إلى حدها الأقصى يعني وصلت إلى الساتيراشون وبالتالي أي حلول يعني مع أنتما تكون الجذرية فلا يمكن أنها يمكن أن تؤدي إلى التجاوز الإشكالي حفظة تاتي ساعة خلينا نكون واضحين نعطينا المعلومة يعني أنه اليوم الزبلة ما زالت مثلا متشكيمة خمسة استجمعات التالي في مناطق في البلايسكول في طريق تانيور في طريق المطار كلهم هو أخطر من هذا أخطر من هذا بأعتبر أن بعض البلاديات يعني والتي تتلمل في الزبلة من الشوارع ومن المناطق وخلقت مصبات عشوائية في الطبيعة في بعض الأودية في بعض يعني المساحات البيضاء والتي تتجمع فيها وأصبحنا أو كان عنا مصب مراقب والتي تتعنى عشرين أو خمسة وعشرين المصب غير مراقب عشوائي في كامل أرجاء المدينة باعتبار أن الحل الجذري ما زال ما توجدش يعني الحل الأصلي ما زال ما توجدش حظو أنت الرقم هذا رقمي تعطيفي وهو رقم خطير رقم يعني تقريبي أو معاين على الميدان ما بين عشرين وخمسة وعشرين مصابر أنا شخصيا أنا شخصيا قمت بزيارة بزيارة في العديد من المناطق في ولاية اسفاقس في وجهة اسفاقس بالتحديد أنا أحصيت إلى حد يوم 31 ديسامبر أحصيت 13 منطقة عشوائية اللي شفتم واللي خفيت في المعلومات عليها وأنا متأكد متأكد مئة بالمئة أنه ثم هذي ثم مناطق ما نعرفهاش لأنه في الأزقة في الأجنة في بعض المناطق الأخرى موجود هذه المصابات العشوائية حتى بعض البلديات يعني وانا نعطيك منطقة في كيلومتر 22 في ثنيور ثم معاينها واد موجود وبلدية البلديات قادة تصمت في الزبلة وتغطي فيها بالتراب في الواد نعطيك في المنطقة رابطة بين طريق منزل طريق تونس وطريق المهدية على مستوى الطريق كيلومتر 11 أنها موجودة بالعين ومجرد تشوف كيفاش أنها ببلدية من البلديات قادة تضع في القمامة بين الزياتين وطم بعملية الرطم واضح الصورة التي تعطي فيها مهمة جدا حفظنا تاتي تونر نرجع لها بعد شوية بش نكمل نرحب بضيوفي جاب أحدنا وليل مردسي مرحبا بيك أنت من الخبراء في ميدان البيئة كنت في ديوان وزير البيئة خدمت برشا مع سريع الموقع وعندك تاريخ في هذا اليوم أنت بش تمثل نوعا ما الخبيب لكن كذلك طرف الحكومي اللي أحيانا بش نهك ندغطوه شوية على بعض المشاريع مرحبا بيك ولي مردسي مرحبا بيك مرحبا بجميع مستمعي قلتنا 2022 بش يكون عام وين المسائل البيئية بش تكون فيه بش تحول فيه المثلة السياسية لأنه أزمة سفيقس خليت التوانسة يحلوا عينيهم على وضعية كارثية كلام حافظة أنتتي حتى أبو حسين ممكن يعرف ما تفاجأ شي 100% يأكدلنا أنه رغم الكميونيكاسي خلينا نقوله تعريس الجمهورية فإنه إلى حد الآن المسائل لم تحلت ولم يجب تحل الغدوة الكميونيكاسي كانت لدينا مشكلة ونقلنا لحل وفي الجستيون لا يوجد حل في ليلة ونهار لتجمع حل تحل حاجة لذا نقول إذا لدينا حل يجب لدينا تحل يجب يجب أكسبت سوشيال للبروج هذا يحصل لذا لا يوجد حاجة تقول في ليلة ونهار نجمع ونجمع 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 هذا الذي حصل في سفيقس مثال الذي يجب يحدث في أي بلاسة أخرى حاجة ترك تقديمة ونقل وقف ونقل 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 حاجة إدارية صغيرة كيف ما صارت في سفيقس ونقل ترك مات كبيرة حاجة خليتنا نوخر كنا قبل عن مصابات عشوائية كارثة سفيقس مشكل ونقل بسطنا قلنا ومريد كارثة نحكي على ولاية في أكثر من مليون سكل كارثة كارثة بيئية كبيرة وسيح حسين معنا وشاف الكارثة كي كانت عندك الداخل توليت هزة على البحر يعني كنا عنا مصاب مراقب وبالأشكال اللي فيه الكل ومشيت وشفته ومصاب محترم على حي فقط خطر يستنفينا موجود في قليبيا وانتي تعرف حسين زيدا من الناس المحترمين جدا ونقدروه برشا وحيد الجنحاني مرحبا بيك سي وحيد مرحبا بيك هلا بيك هلا بيك هلا بيك هاي صورة حلوة اللي تفرجوا فينا على اليوتيوب وليفم تيفي انتي دوبلوما محظوذ سي وحيد في مدينة من أجمل المدن في تونس وعندك هالبحر الرائع وراك واللي يلزم لقليبيا الكل وتوينس الكل يستحفظوا عليه للتذكير انتي رئيس جمعية البيئة بقليبيا وانتي سيق مننا وسيق مننا زيدا مدير البيئة ونظافة بقليبيا وانتي خبير دولي وقت نحضر وفي البرنامج سي وحيد قطلي كل ما انت انجينيور دي فورماتيون بش نوضح لشكل وليم مردي سينتزي الانجينيور إذن كن منيش كن منيش كن منيش شغال دوك وكا ديز انجينيور انفورماتيك وديز انجينيور توكور معانا الكل وحيل الجنحاني طبعا احنا بش حكيو معاك على قليبيا مدينة غالية على تونس الكل تعرف مليح حسيم حمدي تعرف وليم كنا نحضر في البرنامج قطلي هنا في خلاة تونس الكل يتفاعل في سفيقس هل يمكن ان تهدد هي زادة الوطن القبلي ومدينة قليبيا في البداية مرحبا بأصحابي الكل اللي بحديك واللي نعرفه من كل وكسوان مع انت حافظ لهنتاتي ولا 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 وليم واجمع لكل اصحابي بالحق مع انت كرت الزبلة وانتي قلت القمامة القمامة الفضلات النفايات تقولون كيف كيف بالنسبة لنا احنا كما قال بورقيبة الزبلة الزبلة كرتك كبيرة في تونس في بورش شاكير عدك بها تتكلم من غادي اليوم احنا عنا وضع كبير ونعيش فيها اكثر من شهرين في قبس في اسفقس وعدك بها قبس من في الجنوب زادة كيف كيف متحير تونس الكل تونس وجربة جربة هذه كتو ما تحلتش المشكل انت جربة لتو والوطن القبلي راون موضوع تجربة اعتيني الوضع في الوطن القبلي قبل كيف كيف موش بعيد الوطن القبلي معتا ولاية نابل الكل هتع تعيش على وقتاش بش تسكر المصب المراقب متاع الرحمة واللي هو فات الطاقة الاستيعاب متاعه وهذه الكل واحنا في بلدي تقريبا مثلا عنده مصب عشوائي ما عنداش مركز تحويل كما مجمل البلديات فما مشكل راديكالي متاع التصرف في النفاية في تونس قاعد يتبع فينا منذ التسعينات احنا نعاود نقول راهي احنا عملنا خطوات ايجابية دولة تونسية من 93 عملك برش حاجة باهين ولكن كما كنت نحكيلك راهوا بايك واحد يعمل بايه ونشكروه ولكن نخطئ ويزبنا نستعرفه ويزبنا ندير بإسلاح الخطأ احنا ديما نقوله احنا قالوا كالراجل قالوا وريني واذنق قالوا هواي معنى احنا قاعدين لوجوا على الحلول الصعيبة والحلول السهلة والتي هي تنفع الناس وتخدم على المشطوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ما نشك قاعدين نتبع فيها انا اللي قلقني في موضوع النفايات واخذينو بالغالب قالها باحث فلسطيني سي عبد الله قال قداش انتم ما مو كون مش فهمين نوعية الزبلة متاعك اللي هي بالنسبة لأينا كلها رونطابل وكلها فلوس وسهل باشنا ما ما فهميش ممكن سلاحة راو كما قال سي حافظ في سفيقس راو اذا كان اذا كان حطوا اليد في اليد الحلول موجودة اما خلينا ما نتكلمون الحلول موجودة اما الوضع كيري في سفيقس نعرف الارقام انتاج يعني اعدد ال46 لا 460 تن يوميا من القمامة في سفيقس عندك فكرة في الوطن القبلي وفي مدينة قليبيا قداش الانتاج من ترناتا في الأسبوع أو في النهار في النهار في النهار بثبات الحال الوطن القبلي ما بين الحمامات 200 ترناتا يوميا ما بين قليبيا 70 ترناتا يوميا تفرق حسب الاجتماعي بثبات الحال اما احنا رانا نحكي على مدن ساحلية قاعدة تنهك معناتها من طرف دوائن الوطن التطهير تقول نحكي عليهم بعض معناتها الشريط الساحلي كيف يحتضل في سواب النفايات والنفايات الصلبة والنفايات السهلة يعني هنا نعود نقول معناتها راوم النفايات راوم مشكل راديكال كبير في الجمهورية التونسية اللي احنا ما نشقاعدين نعالجو فيها قليبيا تنتج حوالي ما بين 70 الميتين 200 ترناتا يوميا بالنفايات حسب الموسم وتعرف الصيف في قليبيا وتواء الحمامات من جهة 200 ترناتا يوميا هذي الكل يتلوح بطريقة عشوائية بدون استثمار بدون حتى دراسة بدون حتى شيء وحيد بش نعطي الكلمة لحسيم لأنه نذكر معنا حسيم الحامدي اللي هو نشط بي يترأس عدة جمعيات ويحضر في مشروع خرق مشروع شريط وثائقي سيزعزع اسمه 1300 يخرج ان شاء الله في أوسط أو آخر 2022 بش قعد معا في الوطن القبلي وبش نسمع زيدة وليل مرديش حول هذا الموضوع سمعنا الأرقام بتاع واحد جنحاني أنا ساعة جسوي شوكي وقت نسمع واحد يخدم في البلدية يقول بلدية عنا سبعة شوائي مثال شو احنا مع أوبن جوف وانفضل وأنه يقول هالنا لكن مؤسساتيا تطرح إشكال وأنه بلدية قليبي عندها سبعة شوائي الوطن القبلي عنده خصوصية نحب تحكي لنا عليها هي مشكلة معامل تماطم شنية الوضعية اليوم ما بين الهوارية ما بين درعلوش ما بين قليبي ما بين منزل مي منقربة منزل مي بخيار الوضعية نخصها بكلمة بسريحة العبرة هي ثمانس أقوام الدولة نحب نحكي معناها شنون المشكل بذبت ثمانس أقوام الدولة لأنه المشكل واضح العيان لأنه العملية منها تصريف المياه الغير معالجة يصبح فضاء طبيعي هذا من دولة تأخذ المشكل على العتقة تلقى يأمع الحلول مع المعني بالأمر لأنه اللي صار هو حقيقة أن يذر الدولة التنسية قبل ما حتى يذر المواطنين نحن 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 محاصيل الفلاحية حتى الارض في مذكور وكذا تضرت لا نحكي عن الأمراض وكل شيء لكن اللي صار بصراع صار طريقة خبيثة وخصيصة جدا سمحني في اللغة الحرشة لكن نحن نعطي وصف لسلوغا تعف جول سيزار كيف قل مثلا ديفيزي بوميوغينية هذا هو اللي صار ولمشكل كان في درعلوش قاموا بتصدير المشكل البيئي من درعلوش إلى الهوهرية في سيدي مذكور وذي في كل لحظه تقريبا في كل المشاكل البيئية ممكن تحكيوها بعد كسوة في سفيقص حلول ترقية عبارة عن تصدير من بلاسة لبلاسة وإذا كان لم نخذ الموضوع بالجدية المطلوبة من نصل حتى حل المشكل اللي صار هنا عفو نكمل معك لكي الناس تفهم بالضبط ونأخذ وليم ريس يعرف الملف ونقول كلمة بعد تقريبا ما بين 4 و7 معامل تماطم كبيرة ونعرف سكو معتمد الهوارية ويد القرعة درعلوش من أجمل الشطوط وراء لبيات قوية ياسر يجعل يلوح في الهوارية الاندوسترية لما يوصل البحر ويلوث البحر ويلوث الوديان بالضبط وصلوا حتى مستثمر خاص لغاديك وصلوا حتى سكر الويد لكي لا يوصل للبحر وصلوا حتى يبعث بلطاجية باللغة التي تصور الوضع على الغاديك أو تعين لا يوجد الاندوسترية مؤسسة وطنية محافظة على المحيط تصور الغاديك تمنع من طرف المالي معامل تماثم في الهوارية ويوجد حتى الفصان التي تصير السرقة عبار أو التي يجلب سيتير يسيب في الويد أو أمطار غزيرة أو يسيب في الويد للأسف التقنية تقريب من بؤسة وطنية تقريبا يعمل بنفس التقنية ممكن تسمح ونعقب بالتقلق بل خاطر مهم يسر لو حصل المشكل بالنسبة لأنه اعتبره مصب عقرب مصب مراقب لعدد أسباب لأنه معظم المصابات التونسية والحقبة القديمة صاروا الاختيار من غير مؤثرات وغير تود دامباكت معناها كي تمشي في منطقة تعقير في محمية الجنة وهي محمية طبيعية وتعامل مصب الغديكة حتى التقنية في معلشة النوفاية التي هي الردم ونعرف هي تقنية غير بيئية بالأساس لكن هناك مشكل جوهري أكثر من نحن النوفاية نهز في المصاب الغديكة ماذا حسب تقي ديات المحاسبات الموجود في 2018 وليم تصور في بلوبي 40 من نوفاية الطبية تتم معاجدها على أساس أنها نوفاية منزلية معناها في الكلينيكات نعرف نحن في الكلينيكات والسبيترات والمصحات يمشي الغديكة فهمتني بالأربعين إذا كان مش أكثر يتصب في المصابات كما المصاب عقرب نحب نسمع وحيد جنحاني مباشرة معنا من قليبيا رئيس جمعية البيئة وحيد في المنطقة في الهوارية في درعالوش ويد القرعة قاعدة تجرم في حق البيئة رئيس يحب برشا الكلمة هذه رئيس الجمهورية تنكل بالتوينس أو تنكل بسكان الهوارية وبسكان قليبيا وبدرعالوش في ما يمكن تسميته إجرام بيئ لكن سدي له بيئ كوين ياسر أكيد فهم شبكة مع الحرس الوطني مع الشرطة مع البلدية معنى تتكلم يا وحيد لا لا زميلي مع جنبك قال لك الكلام وكل صحيح يعني فهمة لوبيات لوبيات معنى بتبات حال تحكم فيها رؤساء أموال وهذه نعود نأكد وقال لي هذة مشكلة كبيرة في تونس في كل المجالات يعني ويد القرعة هو ويد ارتفيسيال ما هو ويد طبيعي ما كانش موجود كانت موجودة القرعة الناس كل تعرفها وبالحق بدون يعني احنا نقول دار علوش الهوارية كيف كيف وشرف كيف كيف لكن المشكل كون نقضيه على الناب في رياتي كام لكي نتمول الابار الكل في دار علوش الهوارية باش نعمل ويد ارتفيسيال يتمتعو به بعض اصحاب النفوذ اصحاب النفوذ ما تطبقش القانون لان في تعمل المحاضر وتمشي تراوح وانا نعاوض ونقول هذي اكبر عيب اه هذي موجود في الماء مع تمتع المصانع صحيح في كل بلاسة وانتي تقول في الهوارية وحتى في قريبة في ود الحجر اخي ود الحجر نفس المشكل احنا هنا قال مراد مراد قال لزميلي اللي مع جنبك وانا ناسي اسمه يا تي صمحني حسام حملي حسام حسام صمحني حسام خال كلمة الدولة ودولة دولة مهيش موجودة كي تلقى انت الدولة ما اتبقش القانون هي والي اصحاب النفوذ هم يتبقوه بالطرق مختلفة يعني انتي هالياقل انتي وما تلومش البلديات خنوضح لخطرنا كبلدي وكإداري نعرف قوانين بلدية بلدية اضعف المؤسسات في الدولة البلديات ميحكم في حتى شي البلديات هي دي من السلطة المركزية يعني انتي ويد الحجار ولا ويد الحجار ولا ويد القرعة ايش كوني هي ديوان الوطني التطهير هي وزارة الفلاحة هي الولاية وزارة التجيز الاخ 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 يعني احنا نحكي لك عن موضوع النفايات قال سيح حسام قال وكلامه صحيح نأيدهوله اللي نسبة كبيرة من النفايات الطبية تمشي في المصبات المراقبة على فكرة خلينا نوضح هذي فهم برشة برشة مننا ما يعرش اللي باختصار باختصار سواديزان اللي عملتهم الدولة اللي هما مناقبين هما بذيتهم يخالف مخالفين للقانون احنا كان نرجع للقانون المنظم للتصرف النفايات اللي هو القانون واحد واربعين لسنة ستة وتسعين الفصل الاول ينص كونه النفايات ما تدخل المصبات المراقبة كان بعد ما تمشي ما تستكفي تستوفي مرحلة التثمين والرسكلة وانتاج الطاقة لكل اي اللي يدخل المصبات المراقبة كان لدي شيء التيم وليهم مثل وكان 10% هي الدولة مخالف القانون كيف تحكي عن الناس داخرين ما نعرش كان همتوني وآل فهمتك وليم مرديسي حشي الدولة مخالف القانون في المصبات المحلولة انت كنت في ديوان وزارة البيئة هل أنتو كنتو تعرفوا اللي دولة مخالف القانون ونحب نرجع قبل ما نتعد الاسفيقس على وضعية معامل طماطم في منطقة الهوارية وقليبيا هل أنو المافيا هذي كانت أقوى منكم وشيز متجاوبني انا نعرف لأنو وزير بيئة سابق منيش بش نسميه قالي غلبونا نبدأ بالموضوع الوليني كي قلت الدولة كانت مخالف القانون كلم وحيد جرحاني هو الأختيك اللول يقول لك لازم يصير الفرز والتثمين وكل شي ما كانت هذي التوجه متع الدولة يعمل القانون يقول لك من المصابات عشوائي نمشي والمصابات مراقبة رأوا المصابات أحسن حاجة صارت لتونس وما هو حل يعني تقول أنت من نخرج من المصاب عشوائي المصاب مراقبة أحسن حاجة تصير من المصاب مراقبة لازمنا نتعدي صار ديما الإشكالية للبساج ما بين المصاب مراقبة للتثمين تثمين ولا معالجة ربي نفسر للناس خاطر موامش كلهم دي سبيسيليست كيفكم مصاب عشوائي معنا يراه مسيب ومصاب مراقبة معنا مصاب متع الدولة جرس مدو ووه في التسعينات كانوا في كل الحومة لدينا بطحة نرمية في هذه الزبلة حومة لكل نرمية وغاديكا بعدها تنحات الواحد والذي يهز في بلاسة اللي هو تكون يعني جيولوجيك مو يبدأ المفهم هكا كونتاك ما يجمش الدشاء يبدأ يهبط يمس الناب نحكي ماه يجب يصير وبعد يجيب الدشاء يغطيوه يغطيوه وبعد يسكر الحفر اللي يتحطت فيها يعالج المياه اللي تخرج من الشيء والغاز اللي يخرج هذي نورمال ماهي يجب يكون بها الاشكالية هو البساج من الحكاية هذية للمعالجة يتكلف برشا فلوس قد يش يتكلف اذا كان انا عندي بعض الارقاق لو كان نكون عنا انسنترال بلاسة نجم نعمل فيها تثمين النفايات في تونس مثلا مدينة سفيقس لو ان هناك مشروع حكومي بش نعملو انسنترال دو تريتمان من اغلى حاجة كم الارخص حاجة كمارينا المانيا اللي هي تقريبا ريفيرانس معناها ولا فرنس كيف كيف با دونك سفيقس عنا مئتين وعشين الف ترناتا وتوى جوست نردمو في الدشي الموجود تتكلف اربعين دينار ترناتا ترناتا تتكلف للدولة تتكلف لا تتكلف هي الدولة تتطيع أربعين دينار بشتفن يعني لا تخذيني نحن نحن وخدمة هذا التوى نحكي هذا التوى لا انا نمشي الابعد من هذا او انا نمشي القديم ايه اعطينا المطلوب اليوم 40 دينار كم بش نمشي للتخيط بازيك بش تتكلف حوالي ميتين دينار كم بش نمشي والحاجات اللي انا لحقيقة من حبذ هاش كم برش عبيدي حكيو على نساني غازيون وكل شي اللي باع يعني ممكن عندك مشكلة من هي بعد شوالي عندك مشكلة في لهوي بشتوالي تحكي على 400-600 دينار الترناتا يعني عشرة مرات الي قاعد تدفع فيه خاصة الي يزم نعرف الي البلدية تدفع 20% من التكاليف ذات لذلك 40 دينار 20% منها تخلص البلدية والبيق يتخلص الدولة يعني يجب برشة فلوس يجب برشة فلوس يجب ثلاثة حاجات التيران اللي هو الجنرغال ما تلقاه نحكي على الإنسينيراتيون أي حاجة يجب التيران يجب الفلوس الفلوس ما معناتها مش معناتها فلوس مثلا الانسينيراتيون تقلل في قدش 400 مليار انفستيسمن لا يوجد الانسينيراتيون لـ 20 أو 25 سنة كل ترناتا تلوح البلدية يجب أن تخلص عليها لذلك يجب البلدية لديها فلوس على كل ترناتا ترميها ويجب الاكسبتاشون سوشيال لذلك أنت تجي بحظ في بلاسة وتعمل لهم معمل وتعمل لهم منصب ولا يجب لذلك هل يجب بلاسة تفسرهم بشير بحمل المشروع حافظ لانتاتي موجود معنا منصفيقز كي تسمع كلام وليم المردسي تقول ما فهم يشحل خاطر التران في صفيقز فيه مشكل الاكسبتاشون سوشيال معنى فهمتو وش معناها معنى يجب الناس تقبل ما يشقبل وتو والإمكانيات بلدية صفيقز ونحكيو في حلول بديلة هو شوف مراد اعتقد ان الدولة هي المسؤولة على ايجاد الحلول لا تشك فيه ولكن كيف انت تلقى حل لابد انك تهز المنطقة اللي فيها هذا النشاط لابد انك المنطقة هذه تعطيها تشجيعات مش تشجيم تقبل يعني قبول المجتمع مش خلية مش نجيبو لكم مصبو وكي ما صار في عقار ما هي المطلوب ويطلبناها في اعلى مستوى قلنا يا سيتي اي منطقة بيش نمشيولها شنية التشجيعات للمنطقة هذه مثلا نعطيك مثلا المنطقة تليمية قلنا انا المنطقة هذية تتحمل نفايات متع الجهة كاملة لابد انتقدم لها تشجيعات مثلا انها تولى دي كلاس لزوم دو في التشجيع للاستثمار مثلا انك تعطي تشجيعات للمنطقة هذه باعتبار انها تتحمل معاك هذا العب فالآذان الى حد الان ليست صاغية نحب ونحل دائما نفس ونعتمد على نفس الطرق لتجاوز الاشكاليات باعتبار وانا قلت كلمة لولا قلت ان الستيستام يوصل للساتيرات إذا كان كي نوصل في نفس الطريقة بنفس الأسلوب رامس نفسه نوصل لنفس النتيجة مع الاشارة الى ان تقدم رقم على التكلفة يعني نحن نتفق على نوعية التريتمون هذي هل ترى نعمل التريتمون نوعية للتصرف في النفايات لانسينيراسيو لانسينيراسيو لا هذي جزء هذي هل ترى هل ترى هل ترى هل ترى هل ترى حافظ هل ترى في منطقة قليبية الهورية دار الهو كارثة بيئية والتي لا أكثر منها يعني ريت الديشي السوليد هذي كنت نحكي وعليه خطر نشموه ونروح فما كيف دار علوش وكيف زاد فما الديشي دانجري اللي قاعد تصب في الوديان هذي 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 دار علوش فما خفاء كبير من الدولة فما مشاكل كبيرة فما لفاسون تمشي تعطيه خطيه هذي وبعد وبعد الانبو يقول لك والله خطيته عميت له محضر عنده هو الانبو خدمته نيابة العمومية يزم نيابة يزم المهل كنتو ما كنتو في الوزارة هل أنو استدمتم بلبيات أقوام الوزارة تبعث الانبو يقول لك خدمت خدمت ويقف غديك يالش ميك ما تسكرتش يقول لك الوزارة البيئة يعني كحاجة لا يوجد كور الذي يخطي ويسكر ولو أنتم عمتوا شرطة البيئة شرطة البيئة سيؤتخوا شرطة البيئة سيؤتخوا سيؤتخوا لا شرطة البيئة لا يجمش تقهفة عنده عاون ولا زوز تلين قوتها ومنجمو ووصلوها للمحكمة وعملوا دي بي في ما كان كل الاندوستريال نعطيه محضر يقعد في المحاكم عامين وثلاثة سنين في الأخير يخلصها كيف يتكلف المحضر 50 مليون اختياء ترى وقد يربح فلوس ومقال لذلك يجب أن تتبدل وزارة الصناعة التي تعطي في الترخيص كيف لا يوجد كالنظمة مكاوة لا يوجد يجور لا يوجد سيمين لا يوجد ملوثين لا يجمو نسكرونه وكي تتحمس ويقول وزارة البيئة خدمتها الدولة التي تتحمس ويجب أن تتحمس ويجب أن تتحمس ويجب أن يتحمس ويجب أن يسكر ليس أحد حسين محمدي قبل أن نتحدث عن جيبس خطر مهم جدا الملف جيبس كل ما أخير التي سمعتها على الوطن القبلي فهمها أكيد ويجب أن تزوز في الدكومنتر على مستوى النفوية السائلة حكينا عليه خطف التكستيل مثلا مشكلة أن تتعكور على هذه السلبة المدولة لهم ويجب أن نسلطوا على هذا الضوم بالنسبة لمافيا يظل حتى التشريعات ويجب أن تتحمس صحيحة نتبغدك إذا كان ثم خلال لهيكليم فكان نصور في وقتها في مجلس النواب أو حتى كوزارة بيئة ممكن تغطع حلول تشريعية معناها لتوقف تجاوز كيف هذه فم شبكة فم شبكة واستغيل ما تكون فم شبكة نعرف القوانين مسؤولين في الحرس سواء تعدى في تونس كارس يختب ثم قوانين نعرف ثم قوانين سواء مزيوغ ثم ناس مولد حامة انتخابية في بعض المناطق وانتخابات حتى بلدي بطبيعة لتعملك قانون سواء مزيوغ يقول لك خطينينا خمسة ملايين عشرة ملايين وكذا نربح مليارات وكذا إذا 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 المشكل الأساسي نحب نرجع المشكل ونزلنا نحكي 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 ونزلنا في نفس المشكل من بلاس المنزل الشيك المشكل المشكل الأساسي نوعية النوفايت هذه نهزو فيها حتى حتى ما ترح السوائل وحاجة أخرى كعادلة بيئية نصول لنا حتى كالكونسوماتور مسؤول عن النوفايت ونتجها في المنطقل لماذا لا ننزل المنطقل ونخلق موديل ايكوناميك اللي هو ثلاثة بلادييات ونخلق مشاريع صغيرة ونثمن النوفايت رغم ما زالت نخلق المشكل زادة أخو كيف ما زالت نفسروا الانتركمينا الممكن لنسي يعرفو هو معناها مجمع بلادييات يتلموا مع بعضهم يعملوا كما الگروپ موديل باش ينجب ويتصار في أي موضوع وكيف ما ثم اللوبيات بالنسبة في الطماطن في الوطن قبل لدينا اللوبيات في النوفايات لنخل نتحمل مسؤوليتي فيها اللي هي ما تساعدهاش مثلا باش نمشي وفي موديل كيف هذا اللي تساعده هي تقبل أنفراك تدفن وتتجاوز ونحن الدولة نزيد نخسره كمجموعة متنائية وروا أسمع نرجو حتى على الكلفة روا وليم رو نحكي على الكلفة 20 مليار 400 مليار روا ثم كلفة بيئي ثم كلفة حتى اقتصادية كيف تلقى بورش شاكير مثلا قريب على 10 كم المواد مجردة يأثر على منطقة فلحية ذيك زادة كلفة لغسكم معنى كيف نعمل ولا كوف يجب نحط هاش في كوف معنى أوبر يجب نعمل الكلفة ككل بيش نعرف لمباكت ريال متاع اوالي مرسي ما قالش عكس ذلك هذي هو اللي دعا منا اوالي مش قوس علي خطر عندي مهم موضوع مهم جدا حكينا على قليب حكينا على صفاق وحسيم بصراح كانت من اهم الصور اللي هبطت وتشوفوها بعد اذا كان على الفم تيفي على يوتيوب ولا على الفيسبوك وضعية عرفوها توينس وضعية جيبس صور بالحق هو اللي جيل بتنتباهنا مش بقولك تضحك لكن بارابور اللي حكينا الكل تظهر وكاني مسائل ثانوية هي صور السلحفات البحرية كيفاش ضرها قداش مضرورة والتن زادة قداش مضرور من نفايات في مدينة جيبس وقعدين نشوفوا فيها للي في كيلومتر رقيت 18 فاكرون 100 في كيلومتر في كيلومتر برك وين هذا بضبط شات السلام شات السلام في 30 سنة الأخرانية تم يقارب 5 مليون طن من الفوسفو جيبس وراوكي نقول فوسفو جيبس كلما ملطف لأنها مادة مشعة ونظل غاديوكتي في تيرا تشيرنوبيل موجود في تونس ونحن من شفيقين وراوكي ثلاثة دقائق في يدك يدك تحرق وزيد على ذلك الكل ما زادوا همش الغروب شيميك زادوا أناس يصب الغاديك تمشي شوية تفوت الغنوش تلقى مصب في لير بلاسة من أجمل الشواطئ التونسية تلقى في لير الغاديك كريمان في الشط مشاهد مفزعة والتي حتى ممكن في الوثيق العباد لو دخلت الفاميليا نحكي مع رب عائلة تحكي عبارة تحكي مع ميت بوت وفا من الكنسير ومريض بالفد مرت مريض بالكنسير وفي استاد فينا وعند وزود صغار توفية من هشش العيضان تمشي أنت وزارة الصحة تطلب رقم ما ثم في أغلب الكويرث البيئي لعنى وزارة الصحة ما قائمة بواجبها حتى تثبت رابط بين الأمراض الموجودة معناها في غنوش أو شط السلام أو حتى في عقارب أو حتى في برشا بلايس ومشكلة البيئية ذك للتوضيح منطقة جيبس هذا اختيار دولة صار في أواخر استيناد مع الحبيب بورقيبة كان وقته معتبر متنفس اقتصادي لتلك المدينة اليوم وصلنا الحل المشكل بدون حل لأنه ما فهماش بديل اقتصادي ولو المجتمع المدني في جيبس منقسم ما نعرف تبعت حتى المبادرات البرلمانية والحكومة فما نسكلك ما تسكر ليش اكبر كذبة انه الجروب الشيميك في جيبس هو متنفس اقتصادي وبالأرقام جيبس من اللي تعمل الجروب الشيميك عندك انت تراجع المردودية متع قطاع الصيد البحري بنسبة 60% عندك تراجع مردودية القطاع الفلاحي بنسبة 40% عندك السياحة تراجعت بنسبة 100% وبالنسبة لجيبس كما هو مردودية بقدرش يخدم مجروب الشيميك ولا يخدم في 3500 بطريقة مباشرة وفي 1000 طريقة غير مباشرة وجيبس هي عنها من أعلى معادلات البطالة في الجمهورية عنهم 10% ومعنا يفوت المعادل الوطني ومعنا عن أي اقتصاد نتحدث ومعنا نفس الممارسات يقسم ملعبات يتعلم ماذا يتعلم أو يتعلم أننا المشكلة نتعلم الشيميك يتعلم ونربط الحلول بالموافقة المجتمعية نعرف الذي تم مشروع ويحاول المنزل الحبيب لم يتم كومنيكاس عن المشروع جديد واضح لم يتم دراس المؤثر واضحة ويقسم ملعبات في بعض ويقول لك خليل المشروع ميكاس حاجة أخرى حتى في غنوش وتدوش السلام يمشي وكثير مرات مظاهرة يمشي الكبارية المظاهرة كما نحن أربع من نفس خمسة من نفس نخذ ومدخل 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 معناها الدولة مستعرفة التي هي مجرمة هي جريمة الدولة غير لا نحب قدح أو جرح فيها ويجب أن نحكي ويجب أن نجد حلول عندك كائن بحري في الكائن البحرية تأثير على مستوى تنوع البيولوجي كيفي جيبس من 1965 وكان عندك 250 كائن بحري توقيت من 50 كائن بحري ثم رجل كبير شيخ قابلته ديما ويقعد في البحر يتحدث ويقعد في البحر ويقعد في البحر وقف بلغتنا العمية قابل يمشي في المجمع الكميائي ينضحك عليه كنا نصوره في نهار قد شهرية في المجمع الكميائي وبعد ارتهن كل مرة وكانوا حاجة بشكل يصبح اختناق حالة اختناق كلها يمشي وحتى حالة اختناق اختناق حالة اختناق حالة اختناق 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 يكتب برد عندك برودة وعمره لا يربطها بالمجمع الكميائي حاجة اخرى ضحكتني في النفس الشيخة قالوا مرثت مرة في الكورونا وانت وانت في كورونا وانت 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 اختناق مصدومين بالكلم التي تقول فيها وانت نفرقوا كنا نتحدث عن الوطن القبلي مصدومين وانت شيخة خاصة هذه دولة هذه المنزل وحيدة جنحانة انت موجودة عنها من قليبيا قبلك انت مختص في الوطن القبلي ما نعرفك ونتبعك ونعرفك انت ودرتها تونس نقبة الكلام اللي قالوا حسام حمدي ما عشكين سماعتوا على قابس كلام مفزع شوف اللي قالوا حسام انا مشاطره 100 فنين وكلام يوجع عهد وكلام يوجع برشا قابس منا عين ليناره كل تونسي عندوا علاقة خاصة بمدينة قابس كما يحب قليبة كما يحب قابس ما تساش قابس اللي هي بوابة الجنوب ما تساش قابس اللي تعزع الناس الكل قابس كتمشي لقلبك يحزن من جميعنا واحد يعني احنا ديما انا نقول انا نحب نرجع انا مش مسموعة مسموعة انا ديما نقول راه ونحب نرجع لكلام وليم على حكاية كلفة التصرف النفايات راه ومش صحيح يا سي وليم راهنا نجموا باب عقل بارشا نجموا نجموا باب عقل بارشا نجموا دي موديل سامبل ولكن مربحين ولكن يفقفوا العباد لكن تعرف اللي لانبلاج بلاستيك او الدبوسة اليوم يتباع يتباع دينار الكيلو مربح ثم عائلات احنا في قليبي حطينا 12 نحاوية تجميع بلاستيك النفايات اليوم نبرونشي معهم خمسة يعني احنا في قبل ديما نقولوا هات نجربوا بالحاجات الممكنة هاتوا نتعلموا على فكرة البلديات نضموا بارشا البلديات احنا الادارة المركزية تضموا بارشا البلديات المراكز التحويل ومركز المراقب عمرهم كانوا البلديات قابلينهم في الفين وخمسة وفي الفين وستة وقت الواني بحكاموا يقول بلدية تقبل بالسيب لانا ما موقعش استشارة مع البلديات ما موقعش تنسيق قبل مع المجتمع المدني مع البلديات انا اخر حاجة كلمة سمحني كنحكي حبيتنا رع شوية الجيبس هذه الاشكالية جبدا قبليك وليم جبدا حسيم هل اكسبتاشون سوسيال وقت يقول لك انه في جيبس ما يقبلوش او جزء من المجتمع المدني يقول لك ما عطيني بديل الجروب شميك خسر ما عطينهمش الحل الصحيح حياسي منادر انا احنا كنحكيه انا مجتمع مدني وانت تعرف اراوي فما ينزم فما المجتمع المدني والبلاديات والمواطنين بصيفة عامة كيتشوف جهز وشخص يقنع ويعرف يحكي ويعرف يعطي امت له ويعطي ارقام الناس تفهم مش صحيح لكن الناس موجوعة الناس مقهورة اشنوه في كل بلاد فما مصب عشوائي اللي يعقل ايضايا مفروض الدخل الفلوس احنا فاضلات امتاعنا كل فاضلات عضوية ما احوجنا للسماد ولكن ما نجوش نتحصوا عليك السماد هذك الا ما نحيو وليزنبلاش كلهم فلوس انتي اليوم الترناتا كانت بزز ملايين ونص اليوم الترناتا بلاستيك معتا بمليون يعني كل فلوس احنا كنا في الفين وسبعة الفين وحداش عملنا يونديشتخي في قليبيا خدمنا مئة عائلة ومئة عائلة تاخدوا في زز ملايين في الشر مش شوية يعني راوى عنا الحلول لكن متقعدش وحدكم توم كايدارة مركزية يعني المجتمع مدني تواعى وانكم واضح وحد جانحان يقعدوا معنا اشهرية وتجارية ونرجعوا في عندنا اجندة مع مراد الصغيدي على ايافان احلى غديو تقريبا نبقي قتير ونص على ماضي ساعة مازلنا في عندنا اجندة موضوع الكارثة البيئية انتشار الزبلة في تونس مدخلين ممتازين اليوم حق حسين محمدي قبليكا اللي حكاولنا على قبس يوجع يقلم واحد جانحاني من قليبيا كيف كيف والين مردسي وانتي اللي خدمت في الدولة اللي ما نصورش انو الكلام اللي قالوا حسين على قبس ما اثرش فيك انتي كنت في الدماء ولا كنت في قلب رحاء شين الحلول الممكنة نحبش نكمل البرنامج من غير ما نقول وانو فما حلول الكارثة البيئية في تونس كيف نحكي على التصرف النفايات كي تحكي على حلول رأو الحال اللي تعطيه اليوم تلقى بعد خمسة سنين وعشة سنين بطبيع وفما حلول تعطات كيف ما نحكيو على قبس فما ينطيه تخيط من ديشي صار فيها الكريدي واجهت الفلوس وصار والمارشي تقليف لذلك لا ينزل الشركات الى ثلاثة شركات لتعطيه لذلك اللي نور بعد بعامين ونبدأوا في المعالجة والتثمين النفايات هذا ما حاجة منه لكن كانت تبدل السياسات وكل مرة نوقفوا المشروع ونرجعوا من الأول عمرنا ما نقاوم مشروع متعتصروا في النفايات تسكير الجروب الشيميك في غيبس ولكن ليس مضروح والله ما عندي حتى فكرة نحكي عندي شي نحكي عندي شي نحكي عندي شي نحكي عندي مشكلة بمشكلة مشكلة صناعية فما مشكلة كبيرة وكان بشتوقف بشتحلك مشكلة في بلاسة واحدة أخرى نحكي عندي شي ميناجي يزمنا حل أول حاجة لبخوصي ديوغ ملول تقول لك انتي بشتعتم تعمل مشاريع ولا اختار أرض تضرب ثلاثة أربعة سنين لذلك أول حاجة تسهيل اختيار الأرض تسهيل البيبيبي اللي هو توا يزمنهم فاسيليت حكاية البيبيبي كلما الناس كل تحبها جميعنا نعملها وإذا كان البيبيبيبي وطلعوا له ثزوز حسين مزال أربعين ثانية وضعية كارثية وضعية دراماتيكة في غيبس وضعية كارثية في منطقة تقليبية والهوارية ودي ربقية الوطن القبلي ملقاش الوقت وحيد بشي قولي نحن نحضر سبعين في المئة من الشطوط الوطن القبلي مهدى بشأنه تولي غاير سالحة مثلش أنا ديما نحب البوزيتيف فيبس ثم أمل في ثلاثين ثانية ديما ثم أمل وممكن هي فرصة فرصة بش نبنيه على بعض صحيحة خطرحنا مزلنا عنا مدة في الحلو الترقائية نصور المشكل هو مشكل جهوري في المنويل التنموي الاقتصادي اللي عنا في البلاد راوين يجب نفهمه حتى لدي سيدور يجب تكون هيئة بتاع تنمية مزددة ديما تطرح منويل التنموي يحط ذوم اللي نظمه الكل ويخو بعين الاعتبار البيئة ليهو مش حاجة كمال هي ذي الأسف موش لوكس راو هو الباس راو صغارك بشي تنفسه راو مال الفلاحة راو مال الفلاحة وطلبه أيضا شكرا لك حسيم الموضوع أما أول حاجة نتمنى لك حث سعيد وتجي في كل وقت وتعطينا سكوبات على شريط الوثاقي متاعك ألف وثلاثمائة وحد سعيد إن شاء الله تكمل مونتاجك وتنفع وبارك الله فيك تحية لك في موضوع آخر وتحية لك أنت اللي عندك موضوع آخر يجبنا ساعة معك نحكيو على التجيير تزرع فجار في تونس كل شكرا جزيلا وحيد الجنحاني الناشط البيئي كان معانا من قليبيا وعطانا كذلك معلومات مهمة جدا وحيد مرحبا بك في كل وقت وشكرا لك الأخصائي الأكسبير انترنسونال وإن شاء الله هو زيدا يقترح علينا حلول في المستقبل الأخبار بعد نحكيو على ليبع مرفع طبيب وضيفنا سيكون عدلتي في الكاتب المورخ التونسي في ذكرى الانتقال الديمقراطي شنية أفاقنا وشنوها علاقتنا بتاريخ الانتقال الديمقراطي ترجمة نانسي قنقر